نافذة الذات وتقسم إلى أربعة أقسام جزء من شخصيتي أنا أعرفها والناس يعرفونها مثال أنا أعرف أني عصبي والناس يدرون أني عصبي أعرف أني مثلا أخلف الموعد والناس يعرفون أني أخلف الموعد أعرف أني كريم والناس يشهدون لي بالكرم أنا أعرف هذا الشي المنطقة المكشوفة من الذات نحن نسميه الصحيح اللي على قلبه على لسانه إنسان واضح ما عندي شي يخفيه هذا جزء من ذواتنا مكشوف للآخرين ثمت جزء من ذواتنا غير مكشوف أنا أعرفه الناس لا يعرفونه عني ويسمون هذه المنطقة في الذات منطقة القناع أذكر مرة مرات رحنا للصمان وكان شديد البرد شديد التعب وكان المجموعة على ظاهرنا الصلاح بين قوسين مطاوعة إلا واحد ليس على ظاهره الصلاح فمن التعب والبرد نمنى كلنا وأنا نايم قام هذا اللي مهب على ظاهر الصلاح في شدة البرد في شدة التعب توضى وصلى وأنا أشوف الموقف جدا مستغرب أصبحنا وسألت قلت لأ عبد العزيز سألك بالله ما الذي حدث أمس أنا انصدمت لاحظ هو يعرف عن نفس الشيء والناس لا يعرفون انصدمت قال والله ياسر أنا عاهدت أمي قبل أن تموت ألا أدعى ليلة إلا أصلي لله عز وجل وأدعو لها هذه المنطقة من شخصيته واضحة أو لمختبئة هذه مختبئة يسمونها منطقة القناع قناع يرتدي الإنسان قناع طيب سؤال القناع أحيانا أجمل من الوجه وأحيانا الوجه أجمل من القناع لذلك الناس أحيانا يسترون محاسن وأحيانا يسترون وهو الأكثر يسترون المساوى وهذا نضج في الشخصية الآن إحنا في زمن يدعو إلى العفوية والتلقائية وصور سنابك وأنتم سوي كل شيء لا 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 لم يكن هذا صحيحا أبدا في يوم ما وبالتالي جزء من الشخصية يسمى منطقة القناع إذا كان هذا الجزء كبير في حياتك هنا نقول غلط ماذا يسمى هذا الإنسان الذي هذه المنطقة كبيرة في حياته يسمونه غامض ما ندري عنه رقم ثلاثة أنا لا أعرف والناس يعرفون صيتي لا أعرفه أنا يا جماعة ما في أحد ثقيل دم يدري أنهم سيكين ثقيل دم ما يدري والله يقول لك نكت كذا قديمة ويعطيك بوكس على بطنك ولازم تضحاك الحلال والله العظيم خلاص ما يدري لا يشعر لا يشعر مقزز ما في أحد كثير كلام يدري أنه ممل ما يدري ما في متكبر يشعر أنه متكبر ما فيه وبالتالي أنا أذكر واحد مرة سونا لتحديد شخصية فطلع فيه شخصية أنه عنده التعالي نوع من الكبر التعالي فقلت له يعني ما باب التلطف أنت شوي يعني أحيانا أحيانا وبعض المرات وربما ويمكن بس بلطفها مع أنك تشعر أحيانا نشعر تجاهك بالتعالي أنا تعالي قلت لي والله تعالي ولا روحي بس أنت فيك تعالي قال أنا إذا رحت مع الطلاب كمدير مدرسة أنا إذا رحت مع الطلاب للبر في رحلة برية أفسخش ماغي الاختبار ذا خرابيط ما عقول أتسخي قالي والله أفسخش ماغي والله أني أفسخش ماغي وسولف معهم قلت له لا خلاص يكفي كذا يكفي كذا التبسط هذا انهارت شخصيتك لا يشعر لا يشعر مسكين فجزء من شخصياتنا هنا لا ندركه ولكن الناس يعرفونه وهذا يسمى المنطقة العمياء العمياء بالنسبة لمن؟ لأنا ما أدري عنها المنطقة الأخيرة منطقيا ستكون لا أنا أعرفها ولا الناس وتسمى المنطقة المجهولة يوسف عليه السلام عندما جاء وهو سجين في السجن لا يعرفه أحد ثم يقول للملك اجعلني وزير مالية اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم هذا الموقف في أي رقم؟ إذا قلنا هذا رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة هو قطعا في رقم اثنين لأنه هو يعرف عن نفسه والناس لا يعرفون عن أنفسهم لما أنت يكلفك مديرك أو زميلك أو أحد يقولك ترك أن تصلح مدير ترك أن تصلح كذا فهذه في أي منطقة؟ في رقم ثلاثة أنت لا تدري أنك تنفع في هذه الجزئية ولكن الناس يعلمون ذلك عندما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد جيش في كبار الصحابة كان أسامة لا يدري أن عنده قدرة على القيادة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك الحجاج منه أصلا هو أمير أشهر سيفه في وجوه الإعداء وطط الحكم أي أن كان سلبا إجابا قتل ألف ألف شخص وسجنهم يعني مليون هذا هو الحجاج كان الحجاج مدرس ابتدائي كي يسمونه معلم صبيان مع أخي زرانة أجلس لا تجلس أجلس لا تجلس صارت معركة جند الناس إجبارا جند الحجاج فيها حارب مع الجيش انتصر الجيش انقلبت مقدمة الجيش على الأمير وكان ممن دافع عن الأمير هو الحجاج وكان الأمير يراه فأعجب به فلما دحض هذا الانقلاب عين الحجاج أميرا للشرطة كيف اكتشف؟ لن ناس يعرفون أنه قائد ولا هو يعرف أنه قائد فتحولت تلك الخيزرانة إلى سيف إذن هذه المنطقة الذي يكشفها ماذا؟ المواقف والتجارب والأزمات سؤال بسيط يا كرام أبنائنا أي منطقة عندهم كبيرة؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربعة نعم هي ثلاث وأربعة أكبر منطقة عند أبنائنا هي ثلاث وأربعة يا كرام الأطفال يتعرفون على ذواتهم كما يتعرف الأعمى على الثوب الذي يرتديه شون يعرف الثوب؟ من خلال ما يصفه الناس أنت لابس كذا 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 بس الطفل يا كرام يتعرف على ذاته من خلال ما نقوله عنه يسأل الطفل نفسه سؤال دائما يوميا هل أنا جيد؟ بس ونحن نجيبه بلفظنا وأفعالنا على هذا السؤال وبالتالي ما نقوله ونفعله مؤثر جدا 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 في الأبناء لأنه يكشف جزء من شخصيته ولا يعرفها اثنين من المناطق الكبيرة عند عيالنا هي رقم أربعة لذلك البيت البيت الصغير والآن أغلب البيوت صغيرة اللي ما فيه أي تفاعل بيئي يعني ما فيه شي فيك ويربط وزين ويرقى وينزل وناس يتهاوش معهم ويتعارك ما فيه أي تجارب هذا بيت يقتل الشخصية تماما لأن الموهبة اللي موجودة هنا هي بذرة إذا لم تجد بيئة تربة جيدة وماء يسقيها ستموت مواهب كثيرة تموت إذلك يستغرب الأب أحيانا إذا راح للمدرسة وسمع عن ابنه أشياء ما يتوقعها ولدك قائد قائد؟ ولدك هو اللي ما يطلع في الإذاعة اللي ولدك يتفاجأ ليش؟ لأن الابن وجد في المدرسة بيئة تحظن هذه المواهب ولم يجد في البيت ذلك لذلك تعريض الأبناء لتجارب وبيئات متعددة غاية في سقل الشخصية إذن هذه المنظومة دعانا للحديث عنها أن جزء من الناس فعلا لا يعرف لا يعرف نفسه طيب كيف أكمل ذاتي؟ أنا كيف أكمل هذه النفس؟ هذه أعرفها هذه حاول قدر المستطاع أن تخليها صغيرة يا جماع لأنك لو تأملت في كثير من الناس اللي شخصياتهم ضعيفة ستجدها المنطقة عندهم كبيرة جدا ليش؟ لأن الإنسان اللي عندك كثير أشياء يخفيها لا يعيش بتلقائية ويتحسس من الناس لأن الناس تسأل وعنده أشياء كثير يخفيها ولأنه يرتدي الكثير من الأقنعة ينغمت ولأنه ينغمت ما يبغى يجلس مع الناس عشان ما يلبس هذه الأقنعة فيضطر أنه ينعزل على الناس عشان يطلع بدون أقنعة وبالتالي ينعزلون ويصبحون شخصيات ضعيفة لأنهم عندهم مشكلة في عملية الغموض بعض الناس يا كرام يطلع ولده ابتعاث وانت عمه ما تدري عنه بنتهم إلى يوم الملكة ما يتكلمون إلا يوم الملكة يعلمونك والله ما تيسرت والله يعني ما نسينا والله ما ندريش بذلك حياتهم غموض بعض النساء لو لله ثم الكرشة ما علمت أنها حامل يعني لو ما فيك كرشة وممكن تجيب لك بولد تجيب ولد من وين جبتيه قلت نزلته من تطبيق ولا علمت ولا تتكلم أنا لا أدعو أن نكون واضحين مرة بس أن يقال الشيء المعقول للناس المعقول عندنا تقدير الذات وعندنا الثقة بالذات للتفريق بينهما ببساطة تقدير الذات متعلق بالأراء رأيي تجاه نفسي ورأيي الآخرين تجاهي والثقة متعلقة بالأداء بس بمعنى إذا أنا محاضرة محاضرة دائما ألقيها من حيث الأداء أشفيها؟ واثق من حيث الأداء ولكني شفت الساذ عبيد حاضر فبديت أتوتر هذا التوتر نقص في الثقة ولا في تقدير الذات هذا تقدير الذات لأنني هنا خشيت من رأيه فيني وبالتالي هنا اهتز عندي تقدير الذات كثيرا يا كرام كثيرا ما يأتيني هذا السؤال وتكون إجابة واحدة أنا إمام مسجد ولي خمس سنين أصلي بالناس ما أشعر فيها بالتوتر ولا عندي أي إشكالية لكن يقول من شهر من شهرين بديت أخاف تتوقع عين تتوقع شو المشكلة يقول لي أسأل السؤال نفسه وتكون الإجابة غالبا نفسها أسأل يقول صلى معكم يصلي معكم طالب علم ولا دكتور ولا قاضي غالبا يقول نعم ثم يقول كيف عرفت لا بسيطة لأنك تقف أمام الله عز وجل وتقول الله أكبر وتستقبل الناس تتفكر فيه تلا تفكر في من أمامك أنت تفكر في من خلفك وطالما أنك تفكر في من خلفك فعندك مشكلة فيه أنك وضعت له قدرا فاهتزت نفسك في تلك اللحظة يا جماعة من الناس من يختار من الآيات ما يتناسب مع الحضور الحق الحارة لهم آيات وإذا شاف أجنبي واحد جديد على الحارة يجيب له آية هي والله يا جماعة هذه مشكلة فيه في تقدير الذات ترجمة نانسي قنقر